أهدى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس التحاد والغرب أسيا لألعاب القوى أهدى الإنجاز الذي حققته البحثة البحرينية لألعاب القوى في البطولة الأسيوية العشرين والتي اختتمت فعالياتها اليوم في مدينة بونة الهندية إلى القيادة الحكيمة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وإلى كافة أرياضيين البحرينيين وذلك بعد أن تمكنت القوى البحرينية من تسجيل رقم جديد على صعيد المشاركة الأسيوية بحلولها في المركز الثاني بجدول الترتيب العام للبطولة خلف المنتخب الصيني وتمكنها كذلك من تحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة في تاريخ مشاركات القوى البحرينية في البطولات الأسيوية حينما جاء الحصاد النهائي بخمس عشرة ميدالية منها خمس ذهبيات وسبع فضيات وثلاث برونزيات وأكد سموه أن دعم القيادة رشيدة المستمر للرياضة البحرينية هو مصدر فخر واعتزاز لكل رياضي بحريني وأنه كان ركيزة الأساسية لهذا الإنجاز ومضيفا سموه أن متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وتأكيده على استلهام التفوق والبحث عن التقدم دائما هو الشعار الذي وضعه الاتحاد البحريني لألعاب القوى في هذه المشاركة وخص سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة التهنئة للبحثة البحرينية التي تواجدت في هذه البطولة وقال سموه إن هذا الإنجاز لم يكن له أن يتحقق من دون العزيمة والإصرار والرغبة في الفوز وهذا ما لمسناه شخصيا من خلال تواجدنا خلال البطولة ونحن سعداء لهذه الروح التنافسية الشريفة والرياضية التي أظهرها لاعبونا وأضاف سموه قائلا إن ما يثلج الصدر فعلا مع ختام المنافسات هو أن تكون لمملكة البحرين بصمة في هذا المحفى الرياضي الآسيوي وإننا في الاتحاد البحريني لألعاب القوى كان تفكيرنا منصب في كيفية تشريف المملكة ورفع اسمها عاليا في هذه البطولة واعتبر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس الاتحاد دول غرب أسيا لألعاب القوى اعتبر أن هذا الإنجاز جاء ليؤكد أن العمل المبدول من قبل الجميع بدءا من اللجنة الأولمبية البحرينية واهتمام مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى وعطاء جميع الإداريين والفنيين وتألق اللاعبين تجمعا يفرز ويثمر عن هذا الإنجاز الجديد للرياضة البحرينية بشكل عام ولرياضة ألعاب القوى بشكل خاص ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر